طيب النهاردة ونرجع بقى لأخبارنا ونشاط الرئيس عبدالفتح السيسي كان فيه اجتماع النهاردة للرئيس مع المجموعة الوزرية الاقتصادية بحضور رئيس الوزراء دكتور مصفى مدبولي ده كان لمتابعة الاهداف الاستراتيجية للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وكمان الأداء المالي والاقتصادي للدولة وجهود تعزيز مناخ الاستثمار التفاصيل نتباح في التقرير اللي جاي اجتمع السيد الرئيس عبدالفتح السيسي مع المجموعة الوزرية الاقتصادية بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والسيد طارق عامر محافظ البنك المركزي والدكتور هالة سعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والدكتور راني المشاط وزيرة التعاون الدولي والدكتور محمد معيط وزير المالية والسيد هشام توفيق وزير قطاع الاعمال العام والسيدة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة واللواء محمد امين مستشار رئيس الجمهورية للشؤون المالية والمهندس محمد يحيى زكي رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية صرح بان الاجتماع تناول متابعة الاهداف الاستراتيجية للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وكذلك الاداء المالي والاقتصادي للدولة وجهود تعزيز مناخ الاستثمار وقد وجه السيد الرئيس بتركيز استراتيجية المنطقة الاقتصادية لقناة السويس على زيادة الفرص الاستثمارية الهادفة الى توطين التكنولوجيا وامتلاك القدرة الصناعية وتوفير فرص العمل وذلك بالتنصيق ما بين كافة الاجهزة المعنية بالدولة وبالتكامل مع عملية التنمية والتطور الشامل لمنظومة الموانئ والخدمات الملاحية على مستوى الجمهورية كما شهد الاجتماع عرض مؤشرات الاداء الاقتصادي وموقف ميزان المدفعات خلال العام 2020 حيث نجحت نصر في ان تكون من الدول المحدودة للغاية على مستوى العالم التي استطاعت ان تحقق معدل نمو حقيقي خلال العام الحالي في ظل تداعيات جائحة كورونا ويعتبر اعلى معدل نمو على مستوى الدول الناشئة وهو ما عكس كفاءة سياسة الدولة في التعامل مع تداعيات جائحة كورونا بشكل متوازن كما تم في ذات السياق استعراض الاجراءات المتخذة من قبل الحكومة لتحسين مناخ الاستثمار وجذب الاستثمارات الاجنبية المباشرة لمصر حيث جاءت نصر خلال عام 2020 في المركز الاول افريقيا والثاني عربيا في جذب الاستثمارات الاجنبية واضف المتحدث الرسمي ان الاجتماع تطرق كذلك الى استعراض حزم التمويل لمختلف قطاعات الدولة والقطاع الخاص خلال عام 2020 من خلال شركاء التنمية الدوليين سواء على المستوى الثنائي او متعدد الاطراف والتي بلغت حوالي عشرة مليارات دولار وذلك في اطار تمويل سياسات التنمية الشاملة بالدولة اشتركوا في القناة